تنفيذ لتوجيهة صاحب السمو الملكي والعهد الرئيسي مجلس الوزراء بالتحقق من توفر المنتجات والسلع الاستهلاكية الأساسية والضرورية في الأسواق المحلية وأسعارها أكد سعادة سيد زيد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة باشرت عدة حملات تفتشية للرقابة على الأسواق المحلية تشمل عددا من المحال والسوبر ماركت والبقالات لضمان عدم التلاعب بالأسعار بما يصب في تأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين لهذه السلع والمنتجات الأساسية وأضاف الزياني أن الوزارة مستمرة في جهودها على كافة الأسعاد لتفقد الأسواق المحلية بصورة دورية بما يسهم في بث الطمأنين لدى المستهلكين دعيان أصحاب المحال التجارية بمختلف أنواعها الالتزام بالأنظمة مشيرا إلى أن يتجاوز سيتم حياله أخذ الإجراءات المناسبة بشكل فوري وأردف الزياني أن المساعي مستمرة لدعم المنتجات الوطنية الغذائية بمختلف أنواعها والتوسع في إنتاجها وهناك تنسيق مستمر في هذا الشان وبينت الوزارة في السياق ذاته أن الحملة جاءت استجابة لمؤثير مؤخرا حول قيام عدد من شركات الألبان برفع أسعار منتجاتها حيث بشر فريق الوزارة بالتفتيش والتحقق من أسعار المنتجات الضرورية مثل الحليب ومشتقاته وأنواع العصائر والتأكد من عدم الإضرار بالمستهلك بأي شكل من الأشكال وأوضحت الوزارة أن بإمكان المواطنين والمقيمين التواصل مع إدارة التفتيش أو إدارة حماية المستهلك لأي شكاوى أو مخالفات وذلك من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل اشتركوا في القناة